تسع محافظات طبعا هي مبادرة لي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضاء على فيروسي والأمراض غير إسرية ويعني لقت قبول جدا من المواطنين دور صندوق تحي مصر في حملة 200 مليون صحة دور الصندوق بدأ مع نهاية 2015 لما كان فيه قاومة زار غير معلومة العدد في وزارة صحة وكان صندوق تحي مصر ليه دور قوي جدا في ان احنا قدرنا في أقل من 6 شهور مع وزارة صحة نعالي كل قاومة زارة انتهت المرحلة دي وانتهت معاناة كل واحد عنده فيروسي وعارف ومش عارف يتعلق دخلنا على المرحلة الجديدة مرحلة ان فيه ملايين عندهم فيروسي وبيتحركوا به وبيكتشفوا للأسف بعد فترات فبيبقى المضاعفات أكبر بكتير فمن هنا تظهرت فكرة ان احنا لازم ننزل نشوف مين اللي عنده فيروسي ومش عارف للأسف اللي مش عارف ده بيبقى أقصر ضررا لنهو بيتعامل في المجتمع فممكن ينقل المرض لعدد أكبر فاحنا كده لعدد بيزيد كل يوم فانطلقت فكرة 100 مليون صحة للكشف عن مرضى فيروسي والأمراض السريعية أمراض السريعية هي الحافز للناس تنزل أكتر يتطمن على الضغط والسكر والوزن احنا دورنا فيه الحملة بشكل أساسي هو مراقب خارجي بالتعاومة عن نظام الصحة العالمية احنا بنراقب أداء الحملة ويعني احنا كنا الأسبوع اللي فات في بورسعيد بإضافة إلى دعمنا للناس اللي تنزل احنا يعني نقدر نقول صندوق طحية مصر في السنين الأخيرة أصبح مظلة للمؤسسات المجتمع المدني فعندنا قاعدة من المؤسسات المجتمع المدني الحمد لله كبيرة جدا قدرنا ننزل في بورسعيد ونجمع أكتر من 15 مؤسسات المجتمع المدني ونبتدي ننزل نحشد الناس اللي تنزل احنا مستمرين في دعم حملة مليون صحة مستمرين في توفير الأدوية احنا خلال 2018 معالجين مع وزارة صحة أكتر من 100 ألف مريض 100 ألف مريض مجانا وفرنا الجرعات العلاجية مجانا احنا مستمرين في تنفيذ مبادر السيد الرئيس الجمهورية للقضاء على الفيروس C مش عايزين يبقى فيه وصم دعار لأي مصري وهو بيقدم لأي دولة ان انت عمك فيروسي بس انا كده افهم من كلام حياتك لو سيد شادي ان صندوق تحيا مصر مش بس بيدعم ماليا ولكن معنويا لما حياتك بتتعاون مع أسلات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بشكل عين فكده فيه دعم معنوي وكمان دعم مادي احنا مش صندوق تمويلي احنا صندوق بيشارك في كل مشروعاته بشكل فني ومالي احنا لما اتعاوننا مع وزارة التضاومة في أطفال بناموها كان دعم فني ومالي مع في العشويات فني ومالي احنا مش صندوق تبرعات بياخد تبرعات مصرين ويحولها للجهاته بس لا احنا صندوق او بنقدم دعم مايجي لكن عندنا من الخبرات ومن فريق عمل كلهم شباب على اعلى مستوى بنقدم الدعم في كل المجالات سواء المجالات التنمية العمرانية عندنا مهندسين سواء المجالات التنمية عندنا شباب بقالهم كتير في مجالة تنمية شغالين فاحنا بنقدم الدعم على الشقين سواء مالي او سواء دعم فني ده هيل جدا يعني علشان في الاخر يكون فيه ضمان ان الخدمة اللي هلتقدم هلتقدم للناس صح